موسيقى وفي نفس الوقت كان واحد العدد دي الأراضي الفلاحية اللي ربما هاد العام تأثرت بسنتين دي الجفاف ولكن مادم الفلاح عنده الإصرار والإرادة والعازمة كان يعني واحد العدد دي المشاكل اللي تيتلقاهم والتي تيتلقى لهم اللي من ضمنها هاد بنسبة التربية المواشي كان غلاء الأعلاف وكذلك بالنسبة للأراضي كانوا واحد العدد دي الأراضي الآن اللي هي دخلة في الضمين ديال يعني تجميع الأراضي وهم يسمى بضم الأراضي اللي ربما تأثرت تهيئ بس بيتوا بعدم وجود المياه الكافية للسخي للري اللي في الحقيقة واحد العدد دي الفلاحة تأثرو بهذه العملية لأنه ما بقشتا يتعطون ما من البراج فيما يخص المسألة ديال اللي بيار أنه واحد العدد ديال اللي بيار هبطوه هبطوه وما بقش يعني تيحبر الإنسان تتاعية تيجب الملحة ولهذا تحلم في اللحة أي تماما تيكون واحد المملو مغير مغير فيما يخص الناس اللي تيحبره على الأعبار أما المسألة ديال الأراضي المسقية يعني المنطقة تأثرت بواحد لأنه تيكون واحد نقاطع ديال اللي في الوادي ديال الزيت تيطر معاها الوضعية الفلاحية وخصوصا هدو العام أنه كان مشكل ديال الزيتون لمعطط تشي يعني ما كاناش نتيجة ديال الزيتون واحد العدد ديال الأشجار لمعطط ولو حبة وحدة هذا تيطر سلبا على الحالة المعيشية ديال المواطنين وديال الفلاحة على حد دين سواء نذكر لك مثلا من اللي تيكون مثلا الزيتون والدرا تيخدم فيه تتخدم البنت تتخدم الرجل تتخدم المرأة يعني تيكون واحد مدخول اللي هو لا بأس به تيدي يعني تيجاري به الإنسان العام ككل ولكن للأسف هدو العام يعني الزيتون مواج مما أطر سلبا على الوضعية الفلاحية ديال واحد العدد ديال الناس بما فيهم الآن الآن كين مشاكل ديال الري الناس قاعد اللي عندهم اللي بيار راها 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 تيتمحنوا ودارك هنا كين واحد الأمل اللي هو كبير بزر تيعلقوه الناس على البراج اللي بيدر على سد اللي بيدر على ديال اي تزياد ديال سد اي تزياد اللي تنتمنوا من تمنوا من السلطات المعنية بالإسراع بتسوية الوضعية ديال هادو كل فلاح مساكل اللي تيتسنوا الوضع يعني التعويضة ديالهم وفي هذا الاطار هادو الناس اللي تيتسنوا التعويضة ديالهم راها بالأساس غادي يعوضوا لفلاحة ديالهم اللي غادي ينتمشي لهم من هذيك المنطقة وكذلك ان الارتباط بالأرض راها مسألة مهمة بالنسبة للفلاح الانسان اللي عنده علاقة بهاديك الأرض وطيستمرها الى اخيره يعني تكون عنده واحد الارتباط بها ما يخص الكسبة هاد العام يعني للأسف تلقى واحد العدد ديال المشاكيل واحد العدد ديال يعني كين واحد الغلاء ديال أعلاف الكسبة شحال مواحد يعني تيشوف انه غادي غير في الخسارة تيبيع البقر دياله أو التيبيع الناج دياله تذبق عليه شي حاجة قليلة لهذا اللي قدر يصبر على التكاليف ديال يعني العلف لما قدرش يصبر على تيديك شي لسوق تيبقى يعني الله كريم لالناس اللي تيشريوا الضحيات ولا الفلاحة ولا واحد العدد ديال الناس اللي تيتسألوا على هاد الوضعية هادي إذا زدتوا واحد شوية يعني كيفاش غاديشري هاد الانسان الوضحية سواء الناس اللي بيكسبو وبيبيعا وديبيع سواء الناس اللي بيقتنو لأضحية يعني أن تمن أمام هاد الوضعية هادي ديال غلاء العلاف ويعني معدام الكالاء وواحد العدد ديال المشائل يعني كين وحد تخوفات اللي هي بواضحة على الصعيد الوطني وكذلك على صعيد المنطقة من طبيعة الحال هذا هو الأمل الكبير اللي كين عند المنطقة ديال أيتوريه هنا يا ونواحي ديالها لأن هذا السد هذا يقدر يحل واحد العدد ديال المشاكل اللي منها الماء الصالح للشرب اللي منها يعني المياه الري وكذلك قيمة موضافة ديال الكهرباء يعني وكذلك حتى هذا المجال ديال الفلاحة واحد العدد ديال الناس تشتغلوا في هذا الميدان ديال الفلاحة لأن أي تورير مكينش اسميتو مكينش معامل مكينتش حاجة